أطلقت أمانة عمان مشروع حوسبة إجراءات التفتيش ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون مع وزارتي صناعة والتجارة وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إلى التفاصيل بهدف تسهيل عمليات التفتيش ودقة عملها وتنظيمها تعمل أمانة عمان على تحقيق الرؤى الملكية بإصلاحاتها الإدارية للحد من الترهل الذي يعيق إنجاز المعاملات وانسجاماً مع مقولة الملك عبد الله الثاني نريد للإدارة أن تعود إلى سابق عهدها وذلك من خلال زيادة وتطوير خدمات الأمانة الإلكترونية لتعظيم الشفافية والنزاهة وبوضع الخطط والبرامج والحد من الطرق التقليدية في العمل نريد للإدارة أن تعود إلى سابق عهدها وذلك من خلال زيادة وتطوير خدماتنا الإلكترونية بهدف تعظيم الشفافية والنزاهة بوضع خطط والبرامج والحد من الطرق التقليدية في العمل من جانبه قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أن إطلاق هذا المشروع لأمانة عمان وهي أول جهة رقابية تقوم بتطبيق وإطلاق برنامج حوسبة إجراءات التفتيش يؤكد حرصها على تطوير إجراءات العمل في كافة مجالات التفتيش ويأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة في برنامج تطوير التفتيش على الأعمال للوصول إلى بناء خدمات تفتيش عالية الجودة تقلل من عبع عمليات التفتيش على القطاع الخاص ممثلة البنك المقيم رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية داليا وهبه أكدت أن برنامج الحوسبة يأتي تتويجا للعديد من الإصلاحات في مجال التفتيش والرقابة على الأعمال ضمن أمانة عمان التي تضم ما يقارب 50% من الأنشطة الاقتصادية في الأردن وهو ما يجعلها معنية بتوفير بيئة استثمار ملائمة يأتي برنامج الحوسبة بلا شك ليتواجوا يبلور العديد من الإصلاحات في مجال التفتيش ورقابة على الأعمال ضمن أمانة عمان الكبرى هذه المؤسسة الأردنية المتميزة والتي تضم ما يقارب من 50% من الأنشطة الاقتصادية في الأردن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة من خلال تطبيق التفتيش المبني على تحليل وتصنيف المخاطر إن تكوين الأردن الجيولوجي وتاريخه كان وراء وجود العديد من المعادن التي تم اكتشافها واستثمار معظمها ومع ذلك يحتاج الأردن إلى الكثير من عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي للكشف عن معادن أخرى موجودة فيه والجيولوجيا الأردنية بحاجة إلى تنقيب جد نشرتنا مستمرة وفيها أيضاً مجلس الأمن الدولي يناقش مشروع قرار يطالب بسحب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال المعارضة السورية تتهم النظام السوري بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الرقبان